طيب مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوف الفيديو ده فيه بإذن الله النهاردة هوريكو استراتيجية للربح من مواقع الاختصار او موقع اختصار روابط شورت جامبو بطريقة سهلة جدا والفيديو ده ان شاء الله هينزل بدون منتاج هو الفيديو يبقى بسيط بس هعلمكم فيه ازاي تكسبو عن طريق الاحالات ومش هقولك لأ لازم يكون عندك قناة او لازم يكون عندك صفحة او لازم يكون عندك قناة اللي جرام او يوتيوب او الكلام ده كله او جروب حتى الطريقة سهلة وبسيطة ولو مشيت معايا فيها انت هتعمل مبالغ رهيبة طيب افاهمك ازاي دلوقت الموقع قدامك زي ما انت شاف كده انت عملت sign up والموضوع ده انا شرحه في الفيديوهات اللي فاتت زي وزي اي موقع تاني بتعمل عليه sign up وبتسجل فيه بتحط الايميل بتاعك والباسورد وبيفتح معاك بعد كده بيفتح لك الصفحة اللي قدامك دي اللي هي صفحة الداشبورد صفحة الداشبورد النهاردة هنشتغل فيها على الخانة بتاعة الرفرال بس وخلي بالك من كلمة ارباح كتير جدا من الفيديو بتاعة النهاردة طيب انت ممكن تكسب عن طريق حاجتين انك تاخد شفرة اعلانية وتحطها في الموقع بتاعك والمقاسات قدامك ايه زي ما انت شايف كده بتاخد الكود بتحطه في الموقع بتاعك وبيبدأ ان هو اي حد يضغط على الكود ده ويدخل يشتغل في الموقع بيبقى محسوب في الاحالات بتاعتك وهقولك هتكسب كم منه بس بعد خمس دقيق مثلا دلوقتي معانا اكاونت احنا عايزين نجيب له احالات ونكسب عن طريقه من غير ما نجيب ولا زيارة وحط تحت كلمة من غير ما نجيب ولا زيارة ده الرابط بتاع الاحالة ده انت خد تقوبي عادي جدا طيب هتشتغل ازاي او هتجيب احالات ازاي هل هتجيب احالات من السماء اه هتجيب احالات من السماء في الفيديو ده هعلمك ازاي تجيب الاحالات طيب اول حاجة هتعملها انك هتخش على اليوتيوب وقبل ما نشوف الطريقة عايزك تسألني كذا سؤال او الاسئلة دي بتدور في بالك دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ايه الاسئلة طيب انا هكسب كام يعني انا هكسب كام لما اعمل احالة لحد هوضح لك الموضوع دلوقتي الموضوع بسيط جدا دلوقتي انت لما بتعمل احالات لاشخاص على حسب نسبة الاحالة احنا نسبة الاحالة عندنا في الموقع من 10 الى 20% حاليا وانا بشرح لك الفيديو ده 20% طيب هكسب ازاي لما انت بتدي لحد رابط الاحالة بتاعك وبيدخل يسجل في الموقع سواء دلوقتي او بعدين هو مجرد ما دخل على الرابط خلاص كده عمل صين اب دلوقتي عمل صين اب بعدين طالما الرابط بتاع الموقع تسجل عنده خلاص كده هو بقى تابعك طيب دخل على الرابط وعمل صين اب واشتغل في الموقع انت تكسب ازاي برضو انا هقول لك زي ما قلتلك قبل كده ال 20% اللي اتكلمنا عنهم اللي هم ال 20% بتقول احالة لما الشخص ده بيشتغل افترضنا انه عمل 100 دولار انت بتكسب عليهم 20 دولار هل بتخسمه من الشخص ده او الشخص ده بيتأذي مثلا لا طبعا ال 20 دولار دول من الموقع نفسه بمعنى لو هو اشتغل عمل 1000 دولار انت بتاخد 200 دولار هدية من الموقع نفسه طيب هو لازم يسحب 1000 دولار علشان اكسب انا 200 دولار لا انت ملكش يضعه بالموضوع انت طالما العداد بتاع حسابه بيعد فلوس انت كمان حسابك بيعد فلوس طيب تعالوا بقى نتكلم عن الطريقة اللي كنت احسى اشرحها لكم في اول الفيديو وهي ايه وهي انك تجيب احلائك طيب يا عم اول حاجة معنا هتعملها انها كتكتب مثلا مثلا يعني هتشغل دماغ في الموضوع ده هتشوف انهي فئة بتستخدم مواقع اختصار الرابط او انهي فئة اللي المفروض معروفة ان هي بتحط في الرابط بتاعتها اعلانات افترط ده مثلا هتعمل تحميل ملفات باب جي تمام دخلت ع تحميل ملفات باب جي لقيت مليون واحد منازلين طبعا كله هتفيهم فيديو وطبعا مش هقدر ادخل على الفيديو يعني ايه المهم ان انت دلوقتي دخلت اليد ده مثلا والافضل لك انك تستهدف اجانب لان الاجانب تسيب ام بتاعهم عالي جدا ولما بيجيبوا ارباح ما بيجيبوش بالمية والميتين دول بيجيبوا بالالوفات وانت المستفيد ما بتعملش اي حاجة هتعمل ايه هتدخلت الوقتي على اي قناة من الكنوات دي هتدور في الفيديوهات هتليه حطت لينك مثلا لصفحته في الديسكريبشن او حطت لينك للينك تواصل معاه او رقم واتساب في الديسكريبشن او ممكن تلاقيه في الوصف بتاع الفيديو او ممكن تلاقيه في وصف القناة نفسها ديسكريبشن لقيت هو حطت لينك قناة تليجرام مثلا وحطت لينك شات واتساب ولينك انستجرام ولينك اي حاجة هتعمل ايه هتدخل بتتواصل مع الشخص ده بتقوله مثلا هون منزل لينكات مباشرة ما عندوش فكرة عن الموضوع بتدخل تشرح للموضوع بتقوله انت ممكن تستخدم موقع اختصار رابط وتستفيد من الموضوع ده وهو موقع اسمه شورت جنبو والارباح فيه كذا 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 وتدخل تقوله خش تفرج على الفيديوهات دي وانت هتفهم الكصة ماشية ازاي وتدي له لينك الموقع بتاعك برابط الاحالة كده انت جبت اول واحد اشتغل عندك في الموقع اشتغل عمل فلوس ابط من غير ما تعمل اي حاجة طيب تحميل ملفات ببجي مثلا بالنسبة لك مش احسن حاجة او استهداف العرب عموما مش احسن حاجة فانت ممكن تكتب بقى اي لعبة مثلا معروف عنها ان هي الاجانب اللي بيلعبوها زي فالورنت مثلا او اي لعبة تانية بتدخل تكتبها تكتب دونلود مثلا كراك ليها او اي حاجة وتلاقي كنوات كتير جدا بتستخدمها طيب ممكن نستهدف حاجة تانية هنكتب تحميل تطبيق تزويد انستجرام دخلت هنا لقيت ناس كتير جدا منزل لفيديوهات ازاي تزود في انستجرام طيب اشتغل ازاي او اكسب ازاي ببساطة تدخل تكلم الناس دي اذا ما قلتلك وتقول لهم انا عندي خدمة ليكو وهي ايه ان انا عندي موقع اختصار روابط كذا 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 وبتتديهم لينك فيديو يتفرجوا عليه وبتديهم انت الرابط بتاع الموقع بتاع الحالة بتاعتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة